اشتركوا في القرآن خلاص اشتركوا في القرآن اشتركوا في القرآن اشتركوا في القرآن للتعامل لمشاعر الرسول الداخلية لما كان يحصل كذا اشتركوا في القرآن فلا يحزنك قولهم ما قال القرآن فلا يغضبك قولهم مشاعر الرسول كانت مشاعر حزن على اقوالهم فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا باخع نفسك يعني مشاعر الرسول عليه الصلاة والسلام لما كانوا يكفروا به ويستهزئوا به كان باخع نفسه يعني مهلك نفسه غما وحزنا كان يلوم نفسه لعلي انا مقصر في الدعوة اسوي عمل اكبر اذهب الى الطائف اذهب الى ما هو السبيل باخع نفسك نعم ما هو السبيل لمجابهة الناس الرسول كيف تعامل كان مع ابن سلول مثلا يعني معلش اضرب مثال ابن سلول بس عشان ناخل منه بشي عملي لانه سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لادف منها نحول هالشي عملي رأس المنافقين وما ساب الرسول عليه الصلاة والسلام يوم من اذية واستهزاء ومن واحد هجري الى تسعة هجري هو يعني من اكبر المعادين في المدينة المنورة وهم راجعين من احدى الغزوات كان جالس ابن سلول مع احد مع بعض الناس فقال لهم سم من كلبك يأكلك والله لئن عدنا الى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل صحيح بتكلم عن مين عن سيد الخلق عليه الصلاة والسلام لما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا فعل تركه حتى لا يقول الناس ان محمدا يقتل أصحابه خلي المشاهدين يقرأوا الا انه اليوم ما في وقت أسرد لهم كمية الأذية اللي جات من ابن سلول الشاهد ماذا فعل الرسول في وفاته لما كان على فراش الموت ابن سلول بعد كل هذه الأذية جاء وعاده زاروا في مرضه فصار بينهم حوار يحكي احد الصحابة صار بينهم حوار ثم قال ابن سلول للرسول عليه الصلاة والسلام من علي اليوم بقميصك كفني فيه وصلي عليه الله هو على فراش الموت شوف مين رأس المنافقين فصلى الله عليه وسلم مع كل اللي سوال عشر سنوات من الأذية أعطاه قميصه وجاي صلي عليه عمر من الخطاب جذب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما عجب الوضع قال يا رسول الله هو يحكي عمر يقول كنت أعد للرسول عليه السلام أيامه الخبيثة أقول له هذا اللي قال سمين كلبه يقولك وهذا اللي فعل وفعل وفعل تصلي عليه فقال صلى الله عليه وسلم دعني يا عمر فإن الله خيرني ووالله لو أعلم أني أستغفر له أكثر من سبعين مرة فيغفر الله له لا استغفرت له الله أكبر هذا ابن سلول طب ما عليش عفون القصة دي هذه علشان بس نقرأها ونتأثر وتدمع عيننا من رحمته صلى الله عليه وسلم ونوري العالم هذه القصة اسمعوا كيف الرسول ولا علشان نطبقها طبعا الرسول لو بيننا اليوم صلى الله عليه وسلم تعتقد كان هيعطي بالا لفيلم رخيص تافه صاحبه أصلا أنت عارف أنه تسجن أول أمس صاحب الفيديو تسجن ليه محتال على قضايا أخرى محتال راجل محتال عنده قضايا أخرى صرقة ونهب ومشارف من سجنين وحاليا هل يعقل أنه فيديو وشخص زي ده يقيم أمة ويقعدها فيديو يحرك بليون ونص مسلم وإحنا نعتقد أنه في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام ما عليش في شعر أنا عندي كلمتين كمان قول ولا خلصنا قول لأنه ما عليش في شعر بين الغضب لله والغضب للنفس هل إحنا غضبنا لله ولا غضبنا لأنفسنا هذا سؤال وأنا أعطي إشارة إذا الغضب لله المفروض أنه غضبنا أنه صارت إهانة لنبي من أنبياء الله بغض النظر من هو طب لماذا لم نغضب لما نستهزأ بعيسى عليه السلام لماذا لم نغضب لما استهزأوا بموسى عليه السلام فيلم history of the world من التمانينات مستهزئ بموسى وعيسى وبيستهزئوا بالله هم كمان لماذا لم نغضب لماذا غضبنا بس للرسول كلهم أنبياء كلهم أنبياء ولا نفرق بين أحد من رسله فهل هو فعلا غضب للأنبياء ولا غضب لأن الرسول عليه السلام يعني عربي وتبعنا حلوي تبعنا أي وتبعنا كأنهم أهانون إحنا ترى شعر الغضب الصحابي لما جاء يقتل أحد في أحد المعارك أحد الكفار فجاء يقتله فالكافر بسق في وجهه فتركوا الصحابي ومشي فاستغرب الكافر قال له يعني دوبك كنت ستقتلني قال كنت أريد قتلك لله لما سقت في وجهي خشيت أن يكون قتلك شخصي لنفسي شعرة شعرة طيب ما عليش فلنقتدي بالرسول السلام فلنغضب للرسول بأخلاق الرسول حل بأخلاق الرسول ما كان يرضى صلى الله عليه وسلم لو شاف الشوارع العربية وكل المآسي والناس اللي قتلت ما يرضى بعدين ياريت آخر كلمة قول ما عليش ياريت نغضب على الأمور اللي فعلا تغضب الرسول عليه الصلاة والسلام فعلا تغضب الرسول لما جاء واحد يبغى يعني قاله اشفع للرسول اشفع عند الرسول واسطة فغضب وحمر وجهه صلى الله عليه وسلم وقام في المنبر وقال والله لو سرقت فاطمة لقطعت يدها ما عندنا واسطات عدل كان يغضبه الظلم كان يغضبه سفك الدماء مئات المسلمين اللي قاعدين يموتوا اليوم في بعض الدول كل يوم بنشوف قتل ما شفنا البليون ونص غضبوا من أجلهم نعم فنغضب على الأمور اللي فعلا ستغضب الرسول بالأمس غضب البعض على موضوع برشلونة وجلعات شليط والأسير السرسك وشتمنا وهوجمنا بس على نادي من العلاقة في 60 جد ما بيجمعنا فالأولويات يا مصطفى نغضب على الأمور فعلا اللي تؤثر في الأمة اللي قاعدة حاصلة من فساد وظلم والأمور اللي احنا عارفين الرسول عليه الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر